السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع حضراتكم أحمد مصطفى في فيديو جديد النهاردة إن شاء الله عايزين نتكلم عن وحدة قياس الطول في مصر القديمة طبعا إحنا حاليا عارفين أن نستخدم وحدات لقياس الطول زي المتر الفرنسي والأمريكان مثلا بيستخدموا القدم في قياس الطول طيب المصر القديم كان بيستخدم إيه لقياس الأطوال يعني مثلا إلا عايز يجيس طول مقبرة عايز يجيس ارتفاع الجدران في معبد عايز يجيس مساحة صالة في معبد أي شيء إيه هي وحدة الطول التي كان يستخدمها المصر القديم كانوا بيستخدموا وحدة قياس اسمها الذراع الذراع إيه هي الذراع الذراع اللي هي زراع البني آدم وهي المسافة ما بين الكوع وحتى ضرف الأصبع الأوسط دي بنسميها الزراع طيب الزراع إحنا عالفين المتر بيتكون من وحدات أصغر منه اسمها السنتيمتر يعني واحد متر بيتكون من مئة سنتيمتر طيب الزراع برضو بتتكون من وحدات أصغر اللي هي الكفة إيد البني آدم بس إحنا مش هناخد الخمس أصابع هناخد الأربع أصابع بس ونلغي الإبهام هيبقى كده عرض أو عرض كفة إيد البني آدم لما نجيسهم كده هلجيهم ست كفوف يعني الزراع بيتكون من ست كفوف طيب الكفة نفسها بتتكون من أربع أصابع معنى ذلك إن الزراع بيتكون من أربعة وعشرين صبعة طيب لأن ستة فأربعة بأربعة وعشرين طيب عندينا زراع دي سي بنسميها الزراع العادية فيه بجأ الزراع الملكية هي هي الزراع العادية بس بنضيف لها كفة إيد الملك اللي كان في الحكم واكتحى وعشان كده كانت بتختلف بسيطة اختلافات بسيطة يعني في الطول حسب العرض بتاع كفة الملك اللي كان في الحكم طيب يعني كده الزراع الملكية بتتكون من سبع كفوف مش ستة زي العادية وبتتكون من تمانية وعشرين وحدة لأن أربعة في سبعة بتمانية وعشرين بنسميها 28 ديجيتس ديجيتس طيب حاليا طيب الزراع دي طولها إيه الزراع العادية كانت بتبقى حدود خمسة واربعين وسبعة من عشرة سنتي ده بالقياس الحديث يعني أنما الزراع الملكية كانت بتتراوح ما بين اتنين وخمسين ونص سنتي إلى اتنين وخمسين وتسعة من عشرة سنتي وده حسب عرض كفة إيد الملك اللي في الحكم طيب الزراع ده وحدة الطول دي كانت تستخدم في مصر فقط؟ لا كانت بتستخدم في معظم بلاد الشرق زي السومريين في العراق وزي العرب في الجزيرة العربية والمصريين طبعا هنا دليل أن كانت بتستخدم عند العرب في القرآن الكريم يقول المولى عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ثم في سلسلة ضرعها سبعون ذراعا فاسلكوه ودي آية من سورة الآية 32 من سورة الحقة لو احنا طيب عايزين نشوف يعني حاجة بنسميها الكيوبيت رود الكيوبيت رود دي أو الزراع دي وحدة القياس دي حتلاقوها موجودة في متحف الأقصر في الدور التاني لما توحتزوا متحف الأقصر اطلع الدور التاني تمام هتروح تلاقيها مع الأدوات التي كانت تستخدم في البناء والتشييد في مصر القديمة هتلاقي كده ايه عصايا تمام اللي هي الزراع شكرا بكم